كنت مرشح لدقيقة صمت لأحد الأدوار مزبوط مع الله يرحمه شوق الماجري وحكى معي الأستاذ سامر رضوان مشان دور طبعا دور أي دور كان؟ بدل هشام كفارني مدير الناحية مدير الناحية نعم أخذوا الأستاذ هشام كفارني تحياتنا له وكان كويس كتير فيه وصديقي طبعا ليه ما قبلت ما قبلته لأنه شركة يعني شركة الصباح مع هلال أرنقوب بوجلهم تحية يعني أنا ما هيك أجري يعني يعطوني صراحة عشر تلاف دولار أنا ما أرضيت عن الدور كله عشر تلاف دولار أي عشر تلاف دولار أنا ما أرضيت أرضي تصاذي شون بالدور ما بعرف يعني ما أسألته هذا الموضوع بس بصراحة أنا حكيت لك بصراحة شديدة كان حرزان أنك شارك مع شوق الماجري لو شركة سورية بشتغلوا تنازل أكيد لو أقل ما عندي بس أنا إلي يعني سعر معين في لبنان ما بتنازل عنه هذا السؤالي في حدا بيخبرهم أو بيقول أو بيرشح بأسماء بيقولهم هالاسم بيأخذ هالأد فيه في ناس طبعا فيه في ناس مرضى مرضى بالعقل مش مرضى بالجسد بالعقل أنه أخي بسوريا بيأخذوا فرنقات جيبوا أي فلان في كتير وبأزونا يعني كممثلين إيه أنت أخذ أستاذ هني كسا إيه أنت وحتى في أحدهم ما بدي أذكر إيه لا مو ما أخذ هيك تايسي لإدريس ما أخذ أقل مثلا يعني الكسرو ما أدي في بعض مرضى مرضى شاركت بمسلسل إمرأة من رماد مع جورج عربجي ونجدة اسماعيل أنزور تحياتنا إلن تحياتنا إنا كنت ضيف شرف كنت ضيف شرف كنت ضيف شرف بشخصية رجل صوري بتسقط تقذيفي على بتسبب له تشتت عائلته بشو اختلف عن باقي مسلسلات الأزمة أو نصوص الأزمة هذا المسلسل نفس الشي بطلبوك اليوم لتكون ضيف شرف لبعض الأعمال اللي بيقوموا فيها هل لا يستفيدوا بمسيرتك بدعم أعمالهم أم شو بطلبوني دائماً ضيف شرف بتحب الرأس هني بيعتبروني أنا ما بحب أنا ما أعمل ضيف شرف بأعمله دور أول هاي ما أحد أحاسبك أي دور أنا بأعمله هو دور أول لأنه عندي ما قولت ليس هناك دور كبير ودور صغير ودور صغير هناك ممثل كبير في ناس كثير أنه يا أخي هذا المثال مو ظابط لا هذا الظابط لأنه أنا عم بطبقه عملياً بعد كلها المسيرة الحافلة والإبداعية الطويلة هلأتي عم تأسرع بالأسلين خلصنا تقريباً خلصنا تقريباً نحنا شو الشي اللي ما عملته بحياتك وبتعمله لو بيرجع فيك الزمن شو الشي اللي ما عملته بالفن وبحياتك إذا رجع فيك الزمن بتعمله الغناء الغناء بدنا نختم بصوتك بما تبقى من الوقت تغنيلي لفيروس صحي تذكر آخر مرة شفتك سنتا تذكر وقتا آخر المئلتا ما عادي تشفتا وهلأ شفتا كيفك إنت ملا إنت كيفك ألا عم بيقولوا صار عندك أولاد أنا والله كنت مفكرتا برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الأولاد هي بيطلع عبالي رجع أناобод أنت حلالي إرجع أنا designer إذا بيرجع على الزمان بترجع بتغني أكيد بدأ أحساب التمثيل ولا معه الآن شوف التمثيل هي موهبة من الله والصوت موهبة من الله إيه والصوت موهبة من الله بس أنا كأنه التمثيل عندي زايدة أكتر طاغي أكتر مع أنه أنا لما أغني بغني بتمثيل حتى الغناء في أداء تمثيلي واضح شكرا